قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن سليمان بن عمري بن الأحواصي عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر وهو يقول يا أيها الناس لا يقتل بعضكم ولا يصيب بعضكم وإذا رميتم الجمرة فرموها بمثل حصل خذف فرمى بسبعا ولم يقف خلفه رجل يستره قلت من هذا قالوا الفضل بن العباسي قال حدثنا عبد الرزاق أخبران معمر عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمري بن الأحواصي عن أمه وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله يقول وهو يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو يقول يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا وإذا رأيتم الجمرة فرموها بمثل حصل خذف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمري بن الأحواصي الأزدي عن أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سامعته يقول عند جمرة العقبة يا أيها الناس لا تقتلوا أنفسكم وارموا الجمرة أو الجمرات بمثل حصل خذف هذا آخر مصند المكيين يا أيها الناس